محتوى البرنامج التالي من أفكار وأراء نابعة من مهدي ومقدمي البرنامج ولا علاقة لراديوس ويالي بها السلام عليكم نقلا عن رشا عباس ام الروش مساء الخير الكثيرين بيعانوا هالأيام من مشكلة جفاف الشفتين ومشكلة انحراف أبناء المراهقين نحو عالم الإدمان والدعارة بس مو هي المواضيع اللي رح نعالجها اليوم إنما حطيناها المقدمة بس مشان أصحابها يتذكروا معاناتهم ويشعروا بالسوء موضوع اليوم هو النجاح بإيجاد منزل وأغواء صاحب المنزل سر إيجاد المنزل المناسب بسيط جدا بالحقيقة وهو تطبيق قواعد الديتينج نفسها لدى التعامل مع صاحب المنزل أول شي ما تبين يائس أكيد صاحب البيت مدرك أنك حفيت لتلاقي المنزل المناسب مثل ما البنت اللي قاعد معها على الطاولة مدركة أنه هي أملك الأخير قبل ما تتجه لشراء الدمى المنفوخة بالهواء مع ذلك تذكر القاعدة الزهبية لا تخليه ونشمه ريحة الخوف بالعكس بتروح لعن صاحب البيت بعين بكحة بتعمل حالك أنه أنت كتير متطلب وبتفرض شروطك وأنه البيت اللي بيناسبك لازم يكون هادي ومناسب لمزاجك لأنه شغلك من البيت طبعا هاي الجملة رح نستخدمها كبديل عن أنه أنت عاطل عن العمل وما معك مصاري أصلا تطلع برا البيت ولازم تكون الأجواء العامة مريحة والجيران ونسين والسوبر ماركت المجاور مستواء أعلى من ليدل وغيره لأنه ما بتحبس أحد ما عارفك يشوفوك حاملك يا سون الحقيرة ثانيا لا تققل حالك كتير رغم القاعدة السابقة يعني بس كمان لا تنجرف كتير ورا دور أنه أنت موزن بتتذكر كل النصائح اللي كانوا يعطوك أو يعطوك إياها طبعا لا تعطيه وش بتلحقك وتقلي عليه بينهبل عليك بتتذكري؟ ايه؟ معناها متذكرة نتائج تطبيقك لهي النتائج اللي هي صفر بتجي بتطنج زميلتك بالجامعة يومين بترجع بتلاقيها مشنق لشب الجنينة وإنتي تقلتي عليه شو صار؟ رجعتي لأيتي بالكوشة ببيت أهله متل فيديو كليباتي هاب توفي فصحيح يعني ما لازم تكون يائس بس كمان كون صادق مع صاحب البيت برغبتك بشكل مباشر وبسيط أنه تحصل على البيت ثلاثة نصيحة تانية سيئة يا ما سمعناها كتير بعوالم الديتينج أنه كون نفسك لشو قد هاد الشي؟ لشو؟ خلينا نواجه الحقيقة لو كنت يورسيلف هاد شي رائع هاد شي عظيم كان يفترض هلا تكون عم تلعب ولادك بالجنينة وتجيب لهم بردقان بكياس ورق ما كنت عم تقضية عم تروح على موعيد غرامية مرتجلة متوتر وقعد على طاولة مع المخلوق مثار الرعب لأمامك وعم تحسب احتمالات الفشل وتتمنى بس ترجع على أمان البيت قدام الكمبيوتر وتاكل بيزا لذلك لا تكون على طبيعتك ما أحدا بده يشوف طبيعتك لما يجرق بيت ما أحدا مهتم بمين أنت بالحقيقة وبيحبك لشخصك في شخصية واحدة بس بحب يشوفها صاحب البيت هي شخصية موظف البنك وشركة التأمين انتحل هاي الشخصية أخي راقبوا موظف بنك لفترة انساخ تصرفاته والبسوا بنجاح تضبوا أربعة درب عيونك على نظرة باردة وحيادية بنفس درجة انه ما بصير تعرف البنت بأي طريقة انك عم تفكر فيها بالضبط بهي اللحظة ولا الشاب لازم يعرف انك عم تسمعي وعم تسمعي صوت نوارس أثناء ما هو عم يحكي وأفكارك بمكان تاني تماما صاحب البيت ما لازم يشوف بعيونك النظرة الشهوانية اللي بتخفي رغبتك بشو جاعبالك تعمل لأساس البيت بمجرد ما يختفي وكيف رح تستثمر كل زاوية بالبيت مشان الحفلات وشلون رح تعيده كرة البيت على زوءك الشرشوح درب على نظرة حيادية ببساطة هاي نفس نظرة البتشينو بأول جزء من Godfather قبل ما يرتكب أول جريمة بحياته بمطعم اللي عم يطلع فيك ما لازم يعرف إذا أنت قاتل مأجور بدم بارد ولا ناسك زاهد ولا سيدة مدمنة دواء غسيل ولا حيوان ما حد الزكاء خمسة احكي إنجليزي بلكنة بريطانية مقنعة والناس يبدو بتحبها بتطبيق بالشغل بالأفلام بملاقاية البيت هلأ إذا كان الموضوع كتير صعب خد معك طابعة أو قلم 3D ما في حدا ممكن ما يحب هيك شي وإذا كان ما بيحبه فهو حدا يفضل ما نتعامل معه أصلا ستة الدعابة ولكن هلأ هي ممارسة خطيرة بالحقيقة يعني ممكن تقلب كل الأمور لصالحك ممكن تخسر كل شي بلحظة فالأفضل ما تتم ممارستها بدون إشراف عموما النكة المقبولة اللي بتناسب كل فئات المجتمع هي الانظيفة الحزرة راجع ستاند أب كوميدي برين ريغان حاول ما تشلف النكة قبل ما تفكر فيها يعني هل هي من نوع نكة اللي ممكن ينقال عنها الصغار يحبونها والكبار يتسللونها خفية لإخذها في الظلام إيه معناها مناسبة يعني نكة شهود يهوى والمس الشيطاني والقزارات الجنسية والتندر على أقليات عرقية ودينية ما له منهسبة أكيد ملأنه صاحب البيت عنده حساسية ووعي عالي تجاه شرعات حقوق الإنسان لا لا بس لأنه بسبب حظك لمأنشح اللي يخلاك لهلأ متشرد وداشر بالشوارع ووحيد ومحضة بطيئك رح يصدف أنه يطلع بالكامل أو على الأقل نصه من جهة الأم تحديدا من هاي الأقليات اللي حبيت تتفكها عليها والله يا أم الروش أنا شخصيا حاولت تطبق هاي النصائح بس على دلالين مو على صحاب بيوت لأنه حتى ما قدرت أوصل لصاحب بيت أثناء عملية البحث الحسيسي على ملجأ يعني الظروف المحيطة والأحوال الجوية كانت أوى حتى من أنه مارس هاي المتعة يعني لما تطلع تشوف بيت بعز دين البرد والشتي غير أنك تطلع بالربيع والعصافير تزقزق والشمس تداعب ووجنتيك وأنه يلا بأسوأ الأحوال بفرط كيس النوم وبنام بالجنينة أول شاب رحت شفته قصدي أول بيت كنت أخدي عنه انطباعة رائع شرح وكبير ومفروش ومع جنينة ورخيص ما فيني خبركم شو طلع هو كبير إيه بس من وجهة نظر الدلال شرح لدرجة أنه ما في خصوصية شباكل وحيد على شارع نشط 24 ساعة والجنينة الجنينة طلعت حاكورة نظامي يعني بس شفتها تخيلت حالي دغري مشمرة ونازلة فلاحة وحفر وعم بزرع بأدونس والجيران رايحين جايين عم صبحوا علي ونسوان الحارم باغتيني مع الصبحية مع ولادهم الرضيعين أو اللي فايتيني بمرحلة التساؤلات وحابين يكتشفوا ويجربوا كل شي عندك بالبيت لا كابوس فينا نشوف غيره ليش معجبك؟ لا لا هو كتير ظريف بس يعني منشوف غيره ومنرجع نفس الخدعة اللي بتستخدمها مع صحاب المحلات الدباء فتنا على حارة الثاني غب على قلبي نزل ضغطي نسحب لوني جساتنا بالحارة ما وصلنا على البيت اللحظات اللي واقفين فيها ناطرين المفتاح من أصعب لحظات حياتي زلم ولاد عم يمروا من جنبنا ويطلعوا فينا نظرات مريبة لك طلعوا النسوان على الشبابيك الجيران خبروا بعض في ناس جداد بالحارة ما منعرفهم فاتوا لهون وأنا عم وزع ابتسامات غبية وإدعي الاندماج وبعد كل هالتريب بالخرائي فتنا باليمين على البيت اللي نشوفه اطلعت بالشمال فورا بيت على العظم وفيه بس مجلة لك إيه شو شايفني جاي افتح مشروعك اسوي أنا وبعد كل شوفة بتشوفها بتصير بتوطي سقف أحلامك أكتر وأكتر وبتنزل طوابق بلا مهوي ومشمس وعالي معلش أبو بلا حلو أنا بزوزقه أخي بلا هادي بحط هتفن بعز الحالي بلا كنكونوا دافي منولع حطب لك بلا هالإطلالة منتعاطة شي شغلة منتخيلها لك أي شي استرنا على حب النبي السلام عليكم هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2017 باطش شكرا لكم